و هذو اللي راهم يحوسوا زعم فيه بالهم باللي ديروا الثورة ولا راهم يتبعوا في الرياح هي موضة فقط يعني اليوتوب هذا جديد على الجزائر يعني نقوله نسبية جديد موضة اكفاهم كان ناس نجحت لكن ما يبقى في الواد غير حزارو يعني راح ان الناس من بعدها تفرزوا الهم استردنا قوبيا من مصر استردنا افكار كثير من مصر في وقت سابق زدنا استردنا الاشتراكيين نقولوا نظام عالمي زدنا استردنا الاسلام السياسي يعني بكل اشكال تاعوا مناطق مختلفة منابع تاعوا اذا حسبنا المنابع تاعوا ونشوفوا في ناس ما زالوا حبوا يستوردوا او تكون عندهم طبعية فكرية مثلا طرقيا مثلا ولا واحد يستورد من فرنسا ولا عنده طبعية فكرية سياسية يعني نحن نحكي وعلا شق سياسي هل يعني شي بعشته جزائر وشي تجارب اللي داها شعب الجزائر يعني قليلة انها تنتج فكرة محلية لتنجح ولا لازم ديما نستوردوا اذا كان داروا اخوان جيا ندروا اخوان جيا اذا كان داروا سلافية ندروا سلافية اذا كان داروا ما لابليش فرنكوفونيا هل ديما يعني التبعية تاعنا نقدرناش نقسوا الفكر سياسي يعني محلي يعني يعكس الشخصية الجزائرية وانا نشوف التاريخ الجزائر فارية جدا حتى التجارب فارية جدا لكن مازال رنفتش ونستوردوا ومنجحناش في كل ما استوردناه منجحناش طبعا انا عنا شوف عندك غير الثورة ام الثورات اسي محمد الثورة الجزائرية عندك انت شوف الانطلاقة كيف الشي بدأت بدأت بالتوعية من خلال حزب الشعب من خلال جمعية العلماء ومن خلال احباب البيان فهمت ومن بعد تطورت الى منظمة خاصة وتطورت فيما بعد الى تفجر الثورة وكان العمل الجماعي هو الاساس هذه الثورة الجزائرية تما تحتاجش انتا عن اجل باش انتا تروح تجيب من دول واحد اخرى عندك ثورة جزائرية تكفيك وعندك علاماء وزيد بالزيادة احنا الان رنفي وضع واحد اخر الجزائر اذا كان في وقت من الاوقات كانت تحتاج الجزائر الان عندها الطاقات وعندها الكوادر عندك انت ذكرهم علاماء ره موجودين في امريكا موجودين في فرنسا موجودين في انجليترا وموجودين في العالم كامل وعندنا الان راهو البيستاش يتغرس في الجزائر راهو الكيوي يتغرس في الجزائر راهو البانان يتغرس في الجزائر لاناناس راهو يتغرس في الجزائر عندك المونغ يتغرس في الجزائر عندك كل شي مش خاصك مش خاصك خاصك هو انه ارادة برك ارادة والناس صادقين وتلتقي الناس بعيداً على الربوبية هذه تحط الناس المصلحة العامة أمامها تلتقي الناس من أجل النهوض بالبلاد ماك محتاج لها ماك محتاج لها حتى حاجة فقط هذا الناس اللي يراهم دركهما في أصحاب القرار يتوضعوا توضعوا للشعب ما يحطوش رواحهم باللي يراهم زعمهما أفهم الناس يتوضعوا للناس وكاينة الحلول والأفكار موجودة أفكار جزائرية ما نحتاجين حتى لعننا كتاب وعننا مفكرين وعننا باحثين وعندنا جهابذة وعننا فطاحين في كل المجالات وعندنا ناس في الإعلام الآلي وعندنا ناس في الذكاء الاصطناعي وعندنا كل شيء فقط هو أنه هذه الكفاءات تتنظم في إطار مشروع وتلتقي الناس على مصلحة البلاد وتخدم الناس كذا أما هذا الناس اللي يراه ذرك هو حاب ينقلك ثورة غندي يجيبهاك للجزائر هذا مرضى نفسيين هذا لازم يروح يعالجه هذا اللي يراه ذك انتايا جايلك في 2022 حاب ينقلك هو ثورة غندي اللي هو عاش في عصر واحد آخر وحاب ينقلهاك في الجزائر والله الناس اللي يراه هو وحاب يجيب لك أفكار وحاب ينقلهاك في الجزائر ما تمشيش تلو كانت رح تجيب انتا شجرة انتا عوسمه انتا نخلة تجيبها تحطها انتا في مكان غير مكانها ما رحيش رح تود لك النخلة ذيك النخلة رح اختار لها ربي المكان انتا حا فمثني الصجرة كيف 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 الفكرة الفكرة انتا لازم لها لازم لها المكان اللي توسى فيه كينا افكار راه هي جزائرية تلائم طبيعة الجزائر تلائم تلائم طبيعة العقلية الجزائريين تقدرش انتا تروح تجيب لانتا قال واحد هاو دار هاو كيفاه دار غندي وراه قال للناس هاو كيفاه نروح للبحر نحطه كذا ايان نروح نضربانا خمسالاف كيلومتر كما راهو دار هالنكاز ايه قطعت صبات كبارك غطات شروه لكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر